في أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان حطت الصواريخ التي قذفتها طائرات التحالف السعودية والإمارات على العاصمة صنعا مصادر محلية قالت إن ستة مدنيين استشهدوا وأصيب آخرون بغارة جوية استهدفت منزلاً يقع جوار مدرسة معاذ بن جبل بحي الرقاص وسط العاصمة كما شن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات غارات على جبلي عطان ونقم ومعسكر الفرق الأولى مدرع ودار الرئاسة وغارات أخرى على معسكر الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة مسلسل الغارات عائد وبقوة حيث لا تزال الطائرات تحوم في سماء العاصمة وتسقط حمولتها في مناطق متفرقة وسط الأحياء المزدحمة بالسكان وهو ما يعني فتح السجلات لتدوين أسماء الضحايا الجدد من المدنيين الذين لا تخطئهم الطائرات أبدا الهجمات المستعرة أخيرا تأتي بعد يومين من تعرض محطتين للإمداد النفطي داخل العنق السعودي لقصف بطائرات مسيرة أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن ذلك الهجوم وهو ما اعتبرته السعودية والإمارات تصعيدا خطيرا سيواجه بحزم وقوة وأعلنت على إثر ذلك البدء بعمليات نوعية تستهدف تحيد القدرة الهجومية للميليشيا لكن طائراتها لم ترى سوى المدنيين صيدا سهلا لصواريخها وهو ما يرى فيه البعض إمعانا في إراقة الدم اليمني وكأن السعودية والإمارات تحاسبان المدنيين كل مرة يتعرضان فيها للضرب من قبل الميليشيا